الكل منشغل بترتيب البيت الحزبي للانتخابات والقرى في شبال العراق تهجرت والآن لدينا ظروف من يلعب بالورقة الطائفية ليعيدنا لهناك العراق بالنسبة تبين لهذه الأحزاب بقرة حلوب إذ قد تقدر تنتفع منه يحسون يحبون الوطن بس أمام الإعلام لكنهم كانوا كاذبين أشدوا كذبا من مسايلما بلد ما يحترمون حكومته بلد الحكومة في وادي والأحزاب الأخرى في وادي آخر هذه الإشكالية يعني إلى أي مدى ممكن أن تستمر وفيما إذا استمرت إلى أين نحن ذاهبون يا لواء جمال يا سيد نجيم الفوضى مستمرة ونحن يعني متجهين باتجاه الفوضى يعني هسا أنت خلو نقول لو أعدنا النظر مثل ما تفضلت بالحدث الأكبر الذي تنتظر الحكومة والسيد الكاظمي أخذ على عابقه أن يكمل الانتخابات وحطوا الجدول وحطوا كذا وكذا هل هذه الفترة كافية أنا أجاوب لا كمواطن عراقي من أرض الواقع وأنا رجل كنت في الدولة والآن أراقب عمل الدولة أعتقد غير كافية من الذي سيفوز؟ طيب الذي سيفوز الموجودين هم نفسهم امتداد هاي 2018 إلى 2022؟ ما الذي قدموه؟ ما الذي قدموه يا سيد نجم؟ أقول لك يا بصراحة قدمنا مشاريع وقدمنا أعمال سواء كانت مشاريع ستراتيجية أو مشاريع سيادة بلد أو مشاريع أمرانية أو 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 إلى آخره من يلتفت لك؟ أحشي لك يا حتى ترتاح الجهات الرحنا لهم قلنا لهم قالوا هذا المشروع شقد كلفي طيب قلت لنا ما يكون كلفة ما يكون ما يحتاج كلفة هذا مشروع الكلفة مالتها أسهم من الشعب وهم يكونون طرف مو استثمار أجنبي داخلي والفلوس مالتها قابضة شركات قابضة مساهمة والدولة لها حصة الأرض خمسين بالمية أكبر مشروع مشروع جدت علي لبريطانيين خمسة وثمانين عام خمسة وثمانين والرفض هذا من هذا البصر الكبير اللي حجينا فيه بالبرنامج نعم وهذا أزيدك علي أزيدك علم يا سيد الفاضل يبدو أن هذه المشاريع الكبرى اللاعبون ليسوا من داخل العراق اللاعبون هم من خارج العراق نعم هناك هناك جهات إقليمية ودولية بدأت تبحث عن هذا المشروع وإحنا ليه هسا ما خلينا عجيك يا ما خلينا لا مرجعي دينية ولا إقليم ولا صلطة رئاسة ولا أعضاء لجانب مجلس ولا 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 زين ونجيب المشروع ونقدمه ونحط يدينا على خدنا بعض الشرح والتفاصيل هسا تبين هذا المشروع يهم العالم من المشروع موسيقى ترجمة نانسي قنقر